مرحبا شباب، قطاع ريلمي السريع مستمر للـ 2022 بعد نصف سنة ممتاز بالـ 2021 بإصدارات مثل الـ Narzo 30A, GT, GT Monster Edition, GT Neo 2 كل هذه الأجهزة كانت من الأفضل بفئتها السعرية وحالياً كانوا الريلمي مكملين بنفس المسار هذا السنة مع الريلمي 9i اللي رح يكون موضوعنا لهذا الفيديو سلسلة الآن من الريلمي ما توفرت بأسواقنا بالـ 2021 وآخر نسخة توفرت كانت الـ 7i بـ 200$ حالياً الجهاز رجع بهوية جديدة وبتخفيض أكثر من 40$ على سعره مقارنة بالإصدار السابق فبدون ما نطاول عليكم أكثر، دعونا نبدأ بمراجعة الريلمي 9i وأكيد مثل كل مرة مع الكرتون ومحتوياته اللي رح تكون شاحن 33 واط، كابل شاحن وكفر من السيليكون الأشياء الاعتيادية مع كل جهاز من الريلمي الآن ممكن أكثر شيء أبهرني بهذا الجهاز هو تصميمه جداً جداً جميل برأيي وكأنه GT Neo 2 معنومة البلاستيك واللي هو شيء منطقي لسعره لكن أعجبنا ظهر الجهاز والتموجات اللي عالية هو متوفر بلون ثاني اللون الأزرق طبعاً ظهر الجهاز جداً جميل لكن يجذب البصمات والأتربة لأنه لونه أسود بشكل فضيع وزن معقول 190 غرام وأزرار صوت وزر التشغيل موجودة بأماكنها المنطقية بجهات منفصلة أيضاً الشيء اللي نهائياً ما توقعت يكون موجود على هذا الجهاز بخاصة لجهاز من الريلمي أنه ستيريو سبيكر على جهاز بهذا السعر هو شيء ممتاز والسبيكر نفسه يصن لمساويات الصوت جداً عالية ما عليه باست بشيء متوقع الصوت رح يكون فلات لكن سبيكر بشكل عام لهذا السعر جداً جيد الجهاز رحيق 32 سينكارت وذاكرة خارجية بنفس الوقت علي مايت لي عزل الضلواء فهذا الشيء ما رح يكون عندك مشكلة وياها فهذا كان كل شيء خاصة تصميم اللي هو جداً جيد لسعرها الآن الشاشة اللي مقدمة جهاز 6.6 انش فل HD بلاس بـ 90 هارس و LCD الآن LCD ما أشوفها عيب بهذا السعر نهائياً وهي شاشة جميلة أبعادها جيدة لكن كان أفضل إنه لو شفنا آموليد بـ 60 هارس بدل LCD مع 90 هارس وهذا يبقى لأشخصي فبنها مثل ما قلت شاشة جيدة ألوانها حوافها معقولة ورح أشغل محتوى الـ Full HD مع الناتفلكس وبالمناسبة من وحدشين على الشاشة كل مرة أنسئل عن نوع الحماية اللي مع أجزة ريلمي ودائماً أقرب التعليقات إنه جهاز ما علي حماية من الأساس هذا الشيء أبداً مصحيح محقوق جهاز ما علي حماية من الأساس خاصة بهذا السعر لكن ريلمي يستخدمون نوع زجاج مختلف عن غوريلا غلاس اللي متعودين نشوفها بأغلب الأجزاء هذا النوع اسمه Dragon Tail Pro نسخة الـ Pro فمجرد إنه نوع مختلف مو معنى إنه جهاز ما علي حماية الشاشة أساساً وأيضاً لمجرد إنه هذا النوع مختلف عن غوريلا غلاس مو معنى إنه نوع سيء فهو نفس اللي موجود مثلاً على أجزة الجوجل بيكسل 3A فهذا كان كل شيء خاص الشاشة لأنه نتقل إلى النظام والأداء بنسبة لواجهة في الـ Realme UI 2.0 على الـ Android 11 توقعت إنه أشوف أحدث نسخة هنا لكن هذا هو الموجود واجهة الـ Realme هنا رح تكون جيدة عليها كل الحركات التي توقعها فالرهيب إنه ما محذوف أي شيء فقط لأنه هذا جهاز اقتصادي أو بسعر اقتصادي كل الحركات رح تكون موجودة هنا وبشكل عام أداء الواجهة كان جيد حتى على نسخة الـ 4GB RAM اللي عندي بسرعة تفتح التطويقات جيدة تنقل بين التطويقات وحتى تعديل المهام والإطار المبثق أداء كان أسلس موما توقعته إلى الأداء مع الألعاب ومقدماً هذه مواصفات النسخة اللي عندي في Snapdragon 680 مع 129GB ذاكرة من نوع UFS 2.2 و4GB RAM الـ BDR4X بخيارات ذاكرة ورام جداً جيدة سعر هذا النسخة 159$ موجود نسخة ثانية برام أعلى 6GB وسعر أعلى 169$ فزيادة 10$ فقط وأشوف زيادة منطقية وجداً تسوى مقابل 2GB RAM الزيادة الآن المعالجة مع الـ Realme 9i جديد وأول مرة أجربه مصنع على 6 نانو أعتقد هذا أول جهاز بهذا السعر على 6 نانو متر أو أول جهاز حتى أقل من 200$ ولو نحب نقارن مع موالد الثاني نقدر نقول أنه Snapdragon 665 بمعمارية أحدث وترددات أعلى وهذا الوصف ما رح يكون بعيد عن الواقع حتى مقارنة بأرقامهم على برامج قياس الأداء ولمناسبة هذا الأرقام رح تكون جيدة لهذا السعر الآن الأداء مع الألعاب رح يكون على حسب فعلى لعبة مشورة مثل PUBG أعلى رقم رح تحصله هو 30 فرام اللي رح تكون محدودة من نفس إعدادات اللعبة ممكن يسبب أنه النسخة الي عندي هي 4 которبات وهذا رح يكون محدط للأداء اللي موجودة على لعبة مثل Bob Ger أو للإعدادات الي موجودة على لعبة مثل بوب جم أو ممكن هذه هي الإعدادات المسموحة بها على هذة اللعبة وبهذا الحالة جهاز مثل Nars Air 30A الأرخاص رح يكون عليه معدل إفرايما أعلى الآن هذا المعاش username قاصر ومتأكد أنه المشكلة هي بنفس الإعدادات الموجودة على لعبة PUBG لكن هذا هو الواقع هذا هو اللي راح تحصله لو اشتريت هذا الجهاز بهذا الخيارات مع الأربع جيجاوات رام على لعبة مثل PUBG الآن على ألعاب ثانية مثل Call of Duty الوضع راح يكون أفضل وبخيارات وفريم ريت أعلى 40 فريم بالتحديد على لعبة ثانية أخفف مثل Cortical Ops الوضع راح يكون أيضا أفضل هنا راح يكون عندك 60 فريم والأداء جدا سليز فكأنه خيارات الفريم ريت أو الفريم ريت المنخفض راح يكون محدود بلعبة PUBG لكن هذه اللعبة جدا مشهورة وممكن أيضا تكون محدد لخيارك مع هذا الجهاز فهذا كان الأداء مع الألعاب الآن بالنسبة لإستهلك شحن فمزيد من حجم البطارية الضخم 5000 أمبر ومعالجة 6 نانو الأداء راح يكون ممتاز من دع ساعة تشهد الشاشة حصلتها مع هذا الجهاز مع شوية ألعاب كل تجارب الكاميرا وكل مواقع التواصل اجتماعي فالأداء جدا جيد برأيه شاحن 33 واط راح يشحن 9i من الواحد إلى المئة بالمئة خلال ساعة و 16 دقيقة وهي أيضا أرقام جيدة أوكي إلى عن الكاميرات 50 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية وكاميرا 22 ميجابيكسل للعزل والماكرو تعرفوا الرأي بهم كاميرا أساسية جيدة أقول جيدة لهذا السعر فما أريد أرفع توقعاتكم فقط لأنه هي 50 ميجابيكسل لكن بالنسبة لسعر الجهاز جدا جيدة كاميرا أمامية أيضا جيدة إلى مقبولة فهي كاميرا للجهاز بهذا السعر مو أعلى ولا أقل بالنسبة لبضاء الليلي فرح يكون إلى تأثير لما شغله وتصرح ما توقعت أن يكون أكو أي تأثير على جهاز بهذا السعر لكن رح يكون أكو تأثير واضح ومقبول فهذه كانت الكاميرات وهذا هو الريلمي 9i الآن شنو رأيي بهذا الجهاز بشكل عام وشنو مكانته بالأسواق رأيي أنه جهاز جيد وعجبني توجه ريلمي بفترة أخيرة أنه حسيت أنه بدأوا يسعرون أجهزتهم على أساس المنافسة مو على أساس أنه إحنا الريلمي راح نسعر باللي يعجبنا وهذا اللي شفته سابقا مع أجهزة مثل 7i و 6i اللي كان أسعارها كأنه وجودها فقط حتى تشغل سعر معين مو حتى تكون منافسة هذا الجهاز منافس الآن لو أريد أقعنا بجهاز ثاني للأسف هذه الأسعار ما بيها منافس مو ما بيها منافس لأنه هذا الجهاز خارق للعادة لكن لأنه المنافس بهذا السعر اللي هو النوت 10 اختفى من الأسواق ما ينباعدنا بالعراق يتوقف بيعها من فترة فيبقى هذا الجهاز الوحيد بهذا السعر اللي يسوى ولو حاب تحسن أو تحصل شيء أفضل من هذا السعر لازم تروح مع الريلمي 8 اللي راح يكون عليه معالج أفضل وكاميرات أفضل وشاشة أفضل لكن بفرق 40 دولار وهذا فرق ضخم بين الجهازين لكن هذه هي خيارات ما متوفرة حاليا بتاريخ تصورها الفيديو وممكن بالأيام القادمة مع أصدارات الجديدة للأشياء تتغير فهذا كنت شوفك عن تبقى هذا الفيديو أتمنى أن أعجب الفيديو إذا أعجبه خلينا لايك اشترك بالقناة لا اشترك شكرا على المشاهدة ونشوفكم بالفيديو القادمة إن شاء الله